بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زلنا في استنباط بعض الفوائد من قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إلى قوله والله عليم بذات الصدور فيوخذ من هذه الآيات بيان ضرر تقديم الرغبة في الدنيا على الرغبة في الآخرة فإن الصحابة رضي الله عنهم في وقعة أحد لما كان منهم من يريد الدنيا حصل ما حصل من النكبة والهزيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فيجب أن تكون نية المسلم والمجاهد في سبيل الله أن تكون لله عز وجل وإذا جاءه شيء من الدنيا فإنه يكون تبعاً ولا يكون مقصوداً فالمقصود بالجهاد هو إعلاء كلمة الله وأخذ الغنايم إنما هو للإستعانة بها على الجهاد وليست هي المقصودة بالذات الله جل وعلا يقول يقول سبحانه وتعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبة يعني الغنائم أن الغنائم من رزق الله وهي حلال طيب لكن لا تكون هي المقصودة وإنما يكون المقصود إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى يُوخذ من هذه الآيات ضرر الذنوب والمعاصي قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فالله جل وعلا إنما عقبهم لما حصلت هذه الأمور حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لما حصلت هذه الأمور حصلت العقوبة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فهذا فيه دليل على ضرر المعاصي والمخالفات وأنها سبب لهزيمة المسلمين أمام عدوهم وما يتسلط العدو إلا بسبب الذنوب التي يقع فيها المسلمون وأيضا في هذه الآيات أن المعصية لا يقتصر ضررها على فاعلها بل إنه يتناول غيره فإن هذه النكبة التي حصلت على المسلمين في وقعة أحد لم تقتصر على الذين نزلوا عن الجبل وخاله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بل عمت المصيبة كل جند المسلمين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه منها فهذا فيه دليل على شؤم المعاصي وأنها ضرر على المجتمع كله المعاصي والمخالفات ضرر على المجتمع كله ولا يقتصر ضرره على من فعله كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يُخَذ من هذه الآيات أن ما يجري على المسلمين من المصائب فإنما هو ابتلاء وامتحان لهم وليس استئصالا لهم وإهلاكا لهم وإنما هو تمحيص وتخليص وتطهير من الذنوب والمعاصي وهو في مصلحتهم أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يفكروا في أمرهم وأن ينظروا ما هو السبب الذي به أصيبوا فيعملون على إصلاحه وعلى استبداله بحالة أحسن فالله جل وعلا يصيبهم بشيء مما يكرهون من أجل أن يحاسبوا أنفسهم وينظروا في واقعهم ثم إذا أصلحوا ما فسد من أمرهم أعاد الله لهم أعاد الله لهم عزهم ومكانتهم هذه سنة الله جل وعلا ويوخذ منها بيان فضل الله على المسلمين وأنه لا يعاقبهم عقوبة مستأصلة فالإسلام لا يزال باقيا مهما جرى عليه من النكبات ومهما جرى على أهله من النكسات بسبب تقصيرهم فإن الإسلام يبقى ويبقى من المسلمين من يظهر الله به هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك يوخذ من هذه الآيات أن ما حصل على المسلمين في غزوة أحد من الشدة التي أذهلت بعضهم عن بعض يوخذ من ذلك أن المسلمين يبتلون وأنهم ليسوا دائما معافين ودائما سالمين بل هم تصيبهم المصائب كغيرهم كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يوخذ من هذه الآيات ثبات النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يدعوكم في أخراكم ففيه ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف القتال ومواقف الشدة والخطر وأنه صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس وأثبت الناس في المواقف الصعبة ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس إذا حمي الوطيس وحمرت الحذق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقربنا إلى العدو وفي هذه الآية تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول ثابت عليه الصلاة والسلام لم يتزحزح مع أن أهل الإيمان وأهل الصحبة العظيمة اشتد عليهم الأمر حتى حصل منهم التأخر عن مكان المعركة إذ تصعدون يعني تذهبون في الصعيد من كل وجه فرارا من الموت والقتل ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في مكانه يدعوكم في أخراكم يطلب منكم الرجوع إلى مكان القتال والثبات وهذا منه صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع الشجاعة ويوخذ من هذه الآيات أن ما يصيب المسلمين في الجهاد فهو في مصلحتهم كما سبق أنه تمحيص وتطهير وتنبيه تنبيه لهم ليتلافوا ما عندهم من النقص ومن الخلل وهذا من رحمة الله بعباده وأن عليهم النصر والاحتساب وعدم اليأس والقنوط فإن المسلمين لم يقنطوا ولم ييأسوا بل إنهم أصابهم النعاس من الإطمئنان أصابهم النعاس من الإطمئنان واليقين والثبات لأنهم يؤمنون بالله وبرسوله وبوعده الصادق وأن ما أصابهم فليس هو من باب الاستئصال لهم وإزالة الإسلام نهائيا فهم ينتظرون الفرج من الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته